كل معركة تحتاج إلى تخطيط وتحتاج إلى بعض الأمور اللوجستية التي تحتاجها الجيش العراقي هناك يحتاج إلى مسك الأرض الآن تم تطويق الشرقات من كل الجهات وعدد المدنيين في الشرقات بدأ يتضائل وعدد قليل جدا كما تعلم أن عدد هالي الشرقات هو تجاوز 200 ألف نسمة الآن تم عدد كبير من هؤلاء نزحوا ونحن زرنا مخيمات النازحين لم يبقى إلا عدد قليل من هؤلاء هناك عدد كذلك داعش بدأوا يهربون لم يبقى إلا لا يتجاوز 70 داعش داخل مدينة الشرقات وبالنتيجة هناك ثورة حقيقية وثورة شعبية داخل مدينة الشرقات وكذلك داخل مدينة الموصل وهؤلاء بدأوا يستهدفون الدواعش وقتلوا عدد كبير من هؤلاء هناك ذعر وهناك خوف وهناك بدأوا ينهزمون الدواعش بعضهم بدأوا يتوسط لدى المدنيين من أجل التستر عليهم وإخفاءهم وزجهم مع النازحين هذا الأمر طبعا يدلل على انكسار هؤلاء وهزيمتهم الأيام القادمة القريبة ستشهد تحرير الشرقات ومن ثم التوجه باتجاه الموصل بعد أن سيطرنا على قاعدة القيارة رغم أن العراق يخذ حرب بالنيابة عن دول العالم ما يقدم للعراق هو ضئيل جدا لأننا نحن نحارب بالنيابة عن هذه الدول وما نلاحظ من استهداف وقيام أعمال أرهابية في أوروبا وفي دول أخيرة كان ألمانيا وفرنسا هي كلها ارتداد لهذه الدول التي لم تكن صادقة ولم تكن حقيقي دعمها ومحاربة لداعش أنا أعتقد يجب على هذه الدول أن تدعم العراق بكل ما تملك من أجل القضاء على داعش لأن داعش هو لا يستهدف العراقيين وإنما نحن نجحنا في القضاء على داعش وبالنتيجة سيعود داعش إلى هذه الدول إذن يجب أن يساعد العراق ويدعم العراق بأمال أكثر أما مليارين أو ثلاث مليارات أعتقد لا تكفي لإعمار مدينة واحدة من المدنة التي دمرها داعش قطعات التي تنتظر ساعة الصفر لتحرير الشرقات هي تنتظر بفارق من الصبر لكن انطلاق هذه العمليات هي بيأمر من السيد دولة رئيس الوزراء بصفتها القائد العام للقوات المسلحة لكن نطالبها أن تسرع هذه العملية لأن هناك عوائل كثيرة داخل قضاء الشرقات تعاني ظروف صعبة ومأساوية جدا هناك نزوح كبير لهذه العوائل نتوقع خلال الأيام القادمة يتزايد أعداد النازحين من قضاء الشرقات لكن أفضل حل للنازحين هو تحرير مناطقهم وضمان عودتهم إلى أراضيهم بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها الأبطال العراقيين في كافة جبهات القتال ثبت لدى دول العالم أن العراق قادر على دحر هذا التنظيم الارهابي الدعم الدولي غير كافي لأن العراق اليوم يقاتل نيابة عن العالم أعتى وأتعس تنظيم الأواء وتنظيم داعش الإرهابي نتوقع أن يكون هناك دعم أكبر للعراق لأنه اليوم يقاتل أعتى وأتعس تنظيم الأواء وتنظيم داعش الإرهابي خلال الأيام القادمة ينتظر الأبطال العراقيين ساعة الصفر لتحرير كل أراضي العراق من هذا التنظيم كافة الدعم المقدم للعراق غير كافية اليوم المجتمع الدولي مطالب بأن تكون له وقفة وخاصة للنازحين لأن هناك ملايين من النازحين يعانون ظروف صعبة وقاسية جدا هذه خارج إمكانية الحكومة العراقية وخارج طاقة الحكومة العراقية الجيش العراق وكل القوات التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي اليوم تقاتل وتقوم بإخلاء النازحين على المجتمع الدولي لأن تكون له وقفة مع النازحين لظروفهم المأساوية نحن مع بقاء النازحين في أماكنهم وضمان حياتهم من خلال اطلاع على النشرات التي تقدمها قيادة العمليات في كافة القواطع نحن نرى أن بقاء المواطنين في بيوتهم أفضل من النزوح لأن هناك اليوم شاهدنا أطفال قد فقدوا حياتهم نتيجة الحر الشديد ولنتيجة لقطعهم مسافات كبيرة وهناك نساء كبيرة في السن شاهدناها بأما عيونينا تعاني ظروف صعبة وقاسية جدا لكن تعرف المواطن من تبدأ العمليات ويبدأ اطلاق النار والقصف التمهيدي أعتقد سينزح عداد كبيرة لكن نقول للمواطنين التزموا بالتعليمات التي تصدر من كافة القيادات العمليات ترجمة نانسي قنقر